اشتركوا في القناة والمسافة هي 6 كيلومتر نتمنى التوفيق والنقاح للجميع مشاهدين الكرام ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع نذهب مباشرة الى مقدمة الشوق نذهب الى المقدمة الى الصدارة من ينطلق مشاهدين الكرام ويأتي بهذا المسار والانطلاق الشبل هنا تعود الملكية لعبدالله بن سيف بن شوطة الاخيلي يقدم لنا الشبل هو من ياتي الشبل مع مقدمة الشوطة مع المركز الاول المركز الثاني يلي مباشرة هملول فيصل بن عبدالله الفيد المري من يقدم لنا هملول مع المركز الثاني انتقل مباشرتين للمركز الثالث وارى الوصول للمشاهدين الكرام من السيف حمدان بن محمد بن حمد العامر يقدم لنا السيف ويأتي مع المركز الثالث ياتي بن حمد بن علي بالسم المنصوري المركز السابع الهدار علي بن حمد بن محمد المري يقدم الهدار مع المركز السادس وفي سابع المراكز مشاهدين الكرام من وصل في هذه اللحظات ورافق الهدار مع هذا الانطلاق والمسار ياتي اللي هو مشاهدين الكرام شاهد مسلم بن سعيد بن حمد المنصوري انتقل إلى المركز الثامن ورا من يتقدم مياس عبدالله بن علي بن مخيط النيادي نشوف اللي في المركز التاسع وارى الوصول هنا مشاهدين الكرام من تاسع المراكز في هذه اللحظات من وصل النداوي عبدالله بن حمد بن وقاش العامر يوصل في هذا الانطلاق هكذا النداء اللي هو المشاهدين الكرام للمراكز المتقدمة اذعناها كاملة مكملة نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من يسيطر في مقدمة الشوط ومع المسار الأول هنا ينطلق الشبل 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 مع المقدمة عبدالله بن سيب بن شوط الخيلي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول المركز الثاني يرافق الشبل هنا مع هذا المسار مع هذا الانطلاب لهذا الشهوط ياتين هملول فيصل بن عبدالله لفيد المري يقدم هملول من ياتي مع المركز الثاني المركز الثالث يحمل الرقم واحد السيف هنا يتقدم مشاهدين الكرام حمدان بن محمد بن حمد العامري وصل هنا السيف ورافق مشاهدين الكرام رافق الشبل في هذا الانطلاب ورافق هملول على الصدارة المركز الرابع ياتي شاهين أحمد بن سعيد بن وخيط الراشدي مع المركز الرابع المركز الخامس الحنيش تعود الملكية صقر بن عوض بن فلاقي الكتبي هنا يتقدم بهذا المسار ويقدم لنا الحنيش وصول وانطلاق من الهدار علي بن حمد بن محمد المري وصل مع المركز السادس المركز السابع يتقدم شاهين مسلم بن سعيد بن حمد المنصوري ثامن المراكز غيار بيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري مع المركز الثامن وفي تاسع المراكز مشاهدين الكرام اللي هو مياس عبدالله بن علي بن مخيط النيادي النداوي يتقدم عبدالله بن حمد بن وقاش العامري هكذا الندا لهذا الشهوط ولهذا المسار والانطلاق نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشهوط الشبل منذ انطلاق الشهوط اثنين كيلو ونصف الكيلو الذي يفصلنا عن خط النهاية وعن الفوز والناموس وعن الانتصار بهذا الشهوط الفوز والناموس طعمه غير في حاصمة الميادين ميدان الوثبة وعبر قناة بوظبي الرياضية التابعة والناقلة لهذا الحدث من هنا المقدمة والصدارة الشبل 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 مع القيادة عبدالله بن سيف بن شهوط الخيلي مع مقدمة الشهوط ما زال مسيطر هنا ويقدم لنا الشبل هنا يتقدم مسيف عبدالله بن سيف بن شهوط الخيلي مع مقدمة الشهوط ومع المركز الاول هملول هملول مع المركز الثاني فيصل بن عبدالله الفهيدة المري ولكن السيف السيف في ثالث المراكز يا سلام حمدان بن محمد بن حمد العامري مع المركز الثالث المركز الرابع الحنيش صقر بن عوض بن فلاك الاكتباء يا سلام ولكن القادم من شاهين وصل أحمد بن سعيد بن بخيط الراجدي يغير هنا وينطلب مع المركز الرابع وايضا يتقدم شاهين مسلم بن سعيد بن حمد المنصوري وايضا هنا مياز عبدالله بن علي بن بخيط النيادي الكل بدي انطلب الكل يبي الفوز الكل باحث عن الناموس في هذا الصباح نعود مع البداية نعود مع الشبل ما سلم المهم الشبل يبي الفوز لحاله يبي الناموس والانتصار ان يهديه مالك مشاهدين الكرام لعبدالله بن سيف بن شهوط الخيلي هو مسيطر مع مقدمة الشهوط ما زال يسيطر مع البداية مع الانطلاق الاول والكيلو ونصف الكيلو الذي ما تبقى عن خط النهاية الذي ما تبقى عن الناموس وما زال الشبل الشبل مشاهدين الكرام هذا الشبل من ذاك الاسد عبدالله بن سيف بن شهوط هو في مقدمة الشهود شعار مياس من قدم لنا مياس في هذا الصباح ونال شرم يوم الأمس مشاهدين الكرام قدم لنا مياس في سن اللقاية يقدم لنا في سن الإذاع الشبل عبدالله بن سيب بن شهود آله جيلي يا سلام ما زال مسيطر في مقدمة الشهود ولكن من اللي واصل هملول مع المركز الثاني هملول هملول لي فيصل بن عبدالله الفيدة المرة ولكن التحركات من مياس واصل مياس عبدالله بن علي بن بخيت النيادي القادم السحيف حمدان بن محمد بن حمد العامري الواصل اللي هو شاهيد أحمد بن سعيد بن بخيت الراجدي نعود مع البداية نعود مع الرجس نعود مع الامطلاق المسار يا سلام ما تبقى إلا القليل عن نموس هذا الشوط عن الفوز والانتصار الشبل ما زال مسيطر يكمل المسار مسار الفوز مسار الناموس يا عبدالله بن سيف بن شوط الخيلي ولكن هملول هملول يا هملول فيصل بن عبدالله الفيدة المري ويضا المياس عبدالله بن علي بن بخيت النيادي السيف قادم حمدان بن محمد بن حمد العامري يا سلام نعود مع الشبل غادر الشبل بدأ يغادر بدأ يعلن مغادرته بدأ يعلن حضوره لناموس هذا الشوط لمشاهدين الكرام أن يهديه عبدالله بن سيف بن شوط الخيلي كما أهداه مياس الفوز والناموس في صباح الأمس يهديه في صباح اليوم الشبل السلام يا بوسامرة ميدان بوسامرة مشاهدين الكرام واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والابداع والانتصار غادر الشبل اسمن على المسمى تهانينا لعبدالله بن سيف بن شوط الخيلي واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والابداع والانتصار من قدم لنا الشبل في هذا الصباح تهانينا والناموس المركز الثاني مياس عبدالله بن علي بن بخيت النيادي المركز الثالث سيف عمدابل محمد بن حمد العامري مركز الرابع حملول فيصل بن عبدالله لفيد المري والمركز الخامس الهداء علي بن حمد بن محمد المري هكذا النداء للمراكز المتقدمة ولكن الفوز والانتصار لمن يستحق مالك الشبل عبدالله بن سيب الشوط الخيلي وفي انتظار توقيت زمنه مشاهدي الكرام توقيت الزمني من المسافة المعتادة مشاهدينا الكرام والمقررة هي المسافة 6 كيلو متر ونموس لمالك الشبل عبدالله بن سيب الشوط الخيلي قطع المسافة 6 كيلو متر في زمن وقدره تهانينا ونموس لمالك مشاهدي الكرام 9 دقائق 37 أو 38 ثاني وفاء وتماما تهانينا ونموس لمالك الشبل عبدالله بن سيب الشوط الخيلي المركز الثاني من قدم لنا مشاهدي الكرام مياس تهانينا ونموس لمالك مياس 9 دقائق 41 ثاني سابعا من الأجزاء عبدالله بن علي بن بخيت هنيادي المركز الثالث وصلى مشاهدينا الكرام السيف حمدان بن محمد بن حمد العامري واستطاع أن ينال المركز الثالث 9 دقائق 22 ثاني سابعا من الأجزاء تهانينا ونموس لجميع الفائزين في جميع الأشوار نحن نخز معلومي بن عاني بن موسيقى 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 اشتركوا في القناة